ونكملوا مع التمرين الثاني الصباحة الرابعة والسسين ومع أول عملية ثلاثة إيكس ناقص سبعة تساوي خمسة ناقص أربعة إيكس لحل هذه المعادلة كنديروا الأعداد اللي عندهم إيكس في طرف الأول والأعداد المعلومين كنديرهم في طرف ثاني غنديروا ثلاثة إيكس ناقص أربعة إيكس غنديروا من الطرف الثاني لطرف الأول مع تغيير إيشارة ديالها هتولي عندنا زائد أربعة إيكس تساوي خمسة ناقص سبعة بنص طريقة غنديروا من الطرف الأول وطرف الثاني مع تغيير الإيشارة ثلاثة إيكس زائد أربعة إيكس تساوي سبعة إيكس يساوي خمسة زائد سبعة إثنى عشر إذن إيكس تساوي إثنى عشر على سبعة حل هذه المعادلة هو العدد إثنى عشر على سبعة المعادلة الثانية ستة إيكس ناقص إثنان تساوي ناقص ثلاثة إيكس زائد خمسة بنص طريقة الأعداد اللي عندهم إيكس غنديرهم من الطرف الأول والأعداد اللي ما عندهم إيكس غنديرهم من طرف الثاني غنديروا ستة إيكس ناقص ثلاثة إيكس غنديرهم من طرف الثاني لطرف الأول مع تغيير الإيشارة تبعدنا زائد ثلاثة إيكس تساوي خمسة ناقص إثنان غنديرهم من طرف الأول لطرف الثاني ونغيره للإشارة دينا 6x زي 3x تساوي 9x 5 زي 2 7 إذن x تساوي 7 على 9 حل هذه المعادلة هو العدد 7 على 9 مر المعادلة الثالثة x على 3 3 زي 1 تساوي x على 2 3 لحل هذه المعادلة أول خطوة نقوم بها هي توحيد المقام وكاللاحظة هنا المقام عندنا 3 وهنا المقام عندنا 2 إذن المقام اللي غنوحده به هو 6 باش ولي عدنا هنا 6 خاصنا 3 نضربها في جوج وحتى هنا x خاصنا نضربها في جوج غتولي عدنا 2x على 6 3 ضربناها في جوج ولات عدنا 6 x ضربناها في جوج هي 2x زي 1 تواحد خاصنا نوحده المقام اللي بستة غتولي عدنا 6 على 6 تساوي ناقص x على 2 لوحدنا المقام بستة خاصنا 2 نضربها في 3 غتولي عدنا 6 وحتى x نضربها في 3 غتولي عدنا 3x ناقص 3 لوحدنا للمقام بستة 3 ركت عنه هي 3 على 1 1 في 6 هي 6 و3 في 6 هي 18 عشر باش ولي عدنا نفس المقام اللي هو ستة ممكن نزيله غتولي عدنا 2x زي 6 تساوي ناقص 3x ناقص 18 الخطوة الموالية هي الأعداد اللي عندهم x هنضربهم في طرف اللول والأعداد اللي ما عندهمش x هنضربهم في طرف الثاني غتولي عدنا 2x زي 3x تساوي ناقص 18 ناقص 6 2x زي 3x هنضربه 2 زي 3 هي 5 x تساوي ناقص 18 ناقص 6 كنلاحظوا بالله العدد هنعندهم نفس الإشارة هنحصف دول الإشارة اللي هي ناقص ونضرب 18 زي 6 هي 24 إذن قيمة دي الـ x إذن x تساوي ناقص 24 على 5 ونكتب حل هذه المعادلة هو العدد ناقص 24 على 5 ندوز المعادلة الرابعة لدينا لدينا 3 عامل x زائد 1 تساوي 7x ناقص 3 أول خطوة هنقوم بها هنا الحل لها المعادلة هي عملية 12 هنضربه 3 في x 3 في 1 3 في x 3x 3 في 1 يزايد 3 تساوي 7x ناقص 3 الخطوة الموالية هي الأعداد لديهم x ينضربه من طرف الأول الأعداد الى ما عندهم X ينضربه من طرف الثاني ناقص 3x 7x ينضربه من طرف الثاني ونضربه لهم 7x 7x تساوي ناقص 3 ثلاثة ثلاثة زائد ثلاثة 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 إكس ناقص سبعة إكس تساوي ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة عددان عندهم نص الإشارة نحتاج دول الإشارة ناقص ونضيف العملية الجامعة ثلاثة هي ستة إذا سأتولى عدنا إيكس إكس تساوي ناقص ستة على ناقص أربعة ممكن أن نقوم بعملية الاختزال أتولى عندنا أي 3 على 2 ونكتب حل هذه المعادلة هو العدد 3 على 2 المعادلة الأخيرة في التمرين 1 على 3 x ناقص 3x ناقص 5 تساوي 2 عامل لx زائد 2 ناقص 1 أول خطوة نقوم بها هي إزالة الأقواس ندر 1 على 3x ونقوم بها ناقص إلى حيثنا الأقواس سوف تدخل إلى الأعداد سوف تدخل إلى ناقص 3x سوف تدخل إلى ناقص 5 سوف تدخل إلى زائد 5 تساوي سوف نقوم بعملية 12 سوف ندر 2x ثم 2x 2x هي 2x زائد 2x هي 4 7 ناقص 1 الخطوة الموالية سوف نقوم بها هي الخطوة الموالية إنها عندما نقوم x سوف نقوم بالطرف الأول ونقوم X سوف نقوم بالطرف الثاني سوف نقوم بالطرف الثاني 1 على 3x ناقص 3x 2x غنضيه من الطرف الثاني الطرف الأول ما تغير الإشارة دياله غسو لعدنا ناقص 2x تساوي 4-1 هي 3 وزيد 5 غنضيه من الطرف الأول طرف الثاني ما تغير الإشارة دياله غسو لعدنا ناقص 5 1 على 3x ناقص 3x ناقص 2x كاللحظه في العددين عنده مصف الإشارة غنحتافه في دوب الإشارة 3 زيد 2 هي 5x تساوي 3-5 هي ناقص 2 كاللاحظه هنا يا ولي اتعدنا المعدلة في هاكِ سر يعني ممكن ان واحد اوه من المقام باش اغنوحد المقام, كاللاحظه هنا من 3 إداً هذا العدد خاص شوية عندهم من المقامة,, 3 انا يحسوق نحف أعمال العدد retail هو 1 على 3 X هنا خاص شوية لدي المقامة 3 كاللاحظه بلا رق 5 X ركت تسابينا هي 5 على 5 X على 1 إداً هنا باش المقام يلي يعدي فيه 3 يخاصنا 1 نضربه في 3 تقول rich1 نضربه في 3 واحد هنا مضربه في 3 هي 3 1 ضربناه في 3 ولا تعدنا 3 5x غنضربه في 3 غتولي عدنا 15x تساوي حتى هنا خاص المقام يولي عدنا 3 وكاللاحظوا بلنا ناقص 2 كتعني هي ناقص 2 على 1 1 غنضربه في 3 غتولي عدنا 3 ناقص 2 في 3 هي ناقص 6 بعدو اللي عدنا نفس المقام اللي هو 3 جميع الأعداد يعني ممكن نزيله غتبقى عدنا 1x ناقص 15x تساوي ناقص 6 x ناقص 15 x ناقص 14 x تساوي ناقص 6 إذن x تساوي ناقص 6 على ناقص 14 ممكن نقوم بالاختزال تلعدنا هي 3 على 7 إذن حل هذه المعادلة إذن حل هذه المعادلة هو العدد ثلاثة على السبع